هو بتوق المسجد النفلى שלך بمقوم הזה سيمتي تفيلة عميداه وأمرتي سيم شلو وتحت أي ظرف والله تعالى هو بنفسه قد تكفل بعصمتنا ما دمنا نقوم بذلك لا نخشى في الله لوم تلائم النبي محمد الله وشلوم أمر الخلق كلهم عيال الله هبريوت هنام بني إلهيم كلام ذي ها أهوف بيوتير هارتسوي بيوتير بعيني الله لو ذي ها مسلمي أو ها يهودي أو ها نصري أو ها بودزي زيش متيف لبناف زيش متيف لخول بنهادام لم يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة المشركين وأهل الكتاب واليهود خاصة في أحلك الظروف رغم كل ما واجهوه به من عداوة التغيير الذي أحدثه النبي صلى الله عليه وسلم بقوته القدسية المتفجرة من عين الرحمة الإلهية والفائضة بالحب والإحسان للبشرية كانت معجزته العظمى التي لانت بسببها القلوب القاسية وتحول بها العدو إلى ولي حميم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم زاخرة بهذه الأحداث بفضل الله تعالى كلما قدمت رسالة الإسلام الصحيح الحقيقي رأيت أن القلوب والعقول تنفتح بصورة إعجازية ورأيت أن قوة النبي صلى الله عليه وسلم القدسية ما زالت تعمل على أوجها وتخضع الرقاب وتجذب القلوب حباً وطواعية كلما رأيت ذلك ازددت إيماناً ويقيناً غاية الرسالة الإسلامية تحقيق العدل ثم الترقي إلى الإحسان ثم الإحسان الفطري التلقائي الذي هو كأيتاء ذو القربة إذ يقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذو القربة وهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام في العالم وكلما آمنا نحن المسلمين بهذه القيم وكلما أقنعنا الآخرين بها أصبحنا أقرب إلى تحقيق حقوقنا وإلى إرساء السلام في العالم نحن لم نختار هذه الظروف التي نعيش فيها وهذه الحالة المعقدة التي نعيشها وتعيشها بلادنا وشعبنا الفلسطيني التي طرعت علينا وفرضت علينا ولكن رغم ذلك يثبت كل يوم أن الإسلام الحقيقي الذي نؤمن به هو الطريق الوحيد لحل مشاكلنا بصورة مشرفة وسامية وتحفظ كرامتنا وحقوقنا وتحافظ على كياننا ووجودنا لا شك أن الذي نقوم به هو قطعا الشيء الصحيح تماما ففلسطين قد ضاعت من أيدينا بوعيد إلهي بسبب فساد الأمة يقول الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين أي أن الله تبارك وتعالى يقول إن الأرض هذه ستكون ميراثا لكم ما دمتم صالحين فإن تركتم ذلك فستنزع منكم والله تبارك وتعالى ومن نفسه هو الذي جاء بهم إلى الأرض إذ يقول الله تعالى أيضا وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ يسكن الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة فإذا لم نعرف المرض فلا يمكن أن نجد العلاج الناجع لا يوجد عاقل يعترض على مجرد اللقاءات وهذه اللقاءات يقوم بها السياسيون ورجال الدين وليس عندنا ما نخفي لكن الفارق هو أننا نقدم رسالتنا بقوة وشجاعة ونقدم ترجمة القرآن الكريم لهم بلغتهم وهم بأنفسهم يعترفون بحاجتهم لما نقدمه إن الإسلام الذي نقدمه هو الذي يكفل